الحقيقة للجولة هي استمرت 13 يوم كان فيها مجموعة من رجال الأعمال تريبا يمكن 15 أو 16 رجل صناعة وأعمال كانوا بيمثلوا مختلف الاتجاهات السياسية وإحنا أصدنا كده وكان الهدف للجولة هي استمرت في 3 دول إيطاليا وأسبانيا وفرنسا الرسالة الاقتصادية الحقيقة أن احنا في وزارة الصناعة والتجارة عندنا مشروع جديد تبنيناه في الفترة الفاتت وهو مشروع مصنع جديد ببساطة فكريته بتتلخص في أن أوروبا حاليا بتعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة مشكلة نتجة عن المنافسة الشرسة من الشركات الأسيوية اللي جاء من شرق أسيا وفي نفس الوقت عوامل المنافسة اللي موجودة في أوروبا النهاردة مش مشجعة على ما فيهاش التنفسية اللي موجودة في شرق أسيا ضرائب مرتفعة أسعار طاقة مرتفعة أسعار عمالة مرتفعة معدلات نمو ما هياش عالية فكل ده أدى إلى يعني أن بعض أو كثير من المصانع بدأت تغلق أبوابها وبدأت تتأثر بشكل كبير إحنا بنقول ببساطة شديدة هذا البرنامج اللي إحنا عاملينه بنقول أن إحنا يمكن أن نكون قبلة الحياة لهذه المصانع حتى تقدر تستمر وإذا ابتدأتوا أن أنتوا النهاردة تفتحوا معنا شركات بداخل مصر لكننا نعلم جميعا أن هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ما الذي يمكن أن نجذب المساثم الأوروبي لمصر خلال هذه المرحلة مصر مازال الضرائب فيها أقل من 40% من الضرائب عندكم الأسعار الطاقة 40% ل50% منها عندكم أسعار الأمالة حوالي 30% من أزايا عندكم النهاردة السوق كبير 92 مليون نسمة مرتبط باتفاقات تجارة حرة مع أكتر من 2 مليار نسمة من الأسواق مصر بها معدلات نمو مرتفعة غير عندكم خالص وأغلب الشركات الأوروبية العاملة هنا بيسموها double digit growth يعني بتنمو بأكتر من 10% وفي شركات ضربون بها الأمثلة في فرنسا بتنمو بـ 40% و50% هنا في مصر فمصر سوق استثماري وعد بشكل حقيقي بها مؤسسات مستقرة مؤسسات مصرفية مؤسسات في كافة المجالات وده ممكن ما يكونش موجود في الدول الكثيرة محيطة وما هو تقييمكم لنتائج هذه السيارة على سبيل المثال بس في هذه الزيارة يعني لو أدي لك أمثلة احنا عندنا 9 مصانع من الناس الحضروا معنا أبدوا رغبة حقيقية في الانتقال وقالوا لنا احنا جايين وقالوا لنا احنا عايزين نحجز أرض احنا نطلع على الترقيص ومصانع دي في مجالات صناعات هندسية صناعات جلدية صناعات الطاقة المتجددة أيضا كان هناك اهتمام من المطورين الصناعيين في إيطاليا بإنشاء منطقة صناعية تحديدا في منطقة العالمين وطبعا نحن عارفين منطقة العالمين لها اهمية تاريخية بالنسبة لهذه الدول فكان فيه اهتمام كبير جدا من الجانب الإيطالي بإنشاء منطقة صناعية في هذه المنطقة إن شاء الله نبتدي نضع حجر أساسها أيضا جانب الأسباني أبدأ اهتمام كبير بإنشاء منطقة صناعية في منطقة روبيكي لتكون المرحلة التانية للمدينة الجلدية بعد المرحلة الأولى لأنشاءها الجانب الإيطالي واللي احنا بنسلم بنخصص أرضها في هذا التوقيت فلا الحقيقة زيارة مصمرة جدا على الجانب الاقتصادي كلمنا أيضا مع شركات سيارات كبيرة بحيث ان احنا نحاول نجزب شركة أو شركتين من الشركات الكبيرة ان هما يبتدوا يستثمروا بشكل تصنيع حقيقي ما هواش مجرد تجميع مصنع 150 ألف سيارة يكون مركز للتصدير للدول المحيطة والإمداد السوق أيضا باحتياجاته من السيارات وخاصة ان مصر أيضا بقى فيها النهاردة صناعة تجميعية صناعات مغزية للسيارات قوية جدا سواء في الإطارات في الويرينج في الفاتش في أجزاء كثيرة جدا من السيارة فالحقيقة برضو كلمنا في هذا الإطار لا الحقيقة أنا شايفها زيارة مفيدة جدا ترجمة نانسي قنقر